أيضاً البوليزاريو ترى هل البوليزاريو تريد جر الجزائر إلى حرب مباشرة مع المغرب بعدما تخيرت المعادلة بدخول أسلحة وتمويل الذي طلقاها المغرب من عطراف دولية ومواقف عربية مؤيدة لمغربية الصحراء وسيادة المغرب على الصحراء الغربية ظهرت أن البوليزاريو لم تعد تملك قوة عسكرية أن تواجه مباشرة عن المغرب فداخل البوليزاريو هناك طيارات هناك طيار ما زال يراهن على حل الحوار عن طريق الأمم المتحدة ولا يريد التورط في الحرب لأن تغير المعطيات ستذر بالبوليزاريو وتذر حتى بالطرف الداعم هي الجزائر وهناك طيار يرى بأنه يجب أن تكون شبه حرب خاطفة عمليات محدودة تجاه المغرب حتى لا يتصاعد الأمر ولكن يبقى دائما الرهان على مسار الأمم وهناك طيار وهو الأكثر نفوذ يرى بأنه يجب الذهاب إلى الحرب ولكن الذهاب إلى الحرب ليس بالبوليزاريو وحده يجب أن تجر غيرك معك وهؤلاء يرون بأنه يجب جر الجزائر إلى هذه الحرب ولذلك من غير المستبعد في ظل غموض يلف حادثة شاحنتين لصرات من قبل في نوفمبر 2021 لما ماتوا ثلاثة جزائريين رحمة الله عليهم ووجهت الجزائر أنذاك اتهامات للمغرب بصفتنا رسمية وأيضا الحادثة الأخيرة التي حدثت في أبريل 2022 استهداف شاحنات لنقل البضائع واتهمت أيضا وزارة الخارجية الجزائرية المغرب بهذه العملية ولهذه اللحظة المغرب لم يتبناها ولا قال فيها شيئا والجزائر أيضا لم تقدم أي أدلة تذكر وحتى موريطانيا التي صرحت سمتها حادثة والتزمت الصمت رغم سقوط ضحايا موريطانيين هذه من المفروض أنها تعلن على الأقل تالب تحقيق ولكنها التزمت الصمت مما يوحي بأن القضية فيها إنا وأخواتهم ترى هناك شبهة احتمالات القائمة أن هذه العمليات غير موجودة أصلا وهذا مستبعد خاصة حادثة نوفمبر وهذه يعني كائن فيها حوال ترى هل هذه الحوادث حدثت بسبب الغام مثلا هل هناك عصابة معينة استهدفتهم في هذه المنطقة العصابة إما تكون من البوليزاريو أو على عين البوليزاريو أو لا تدري البوليزاريو عنها شيئا أو أن المغرب هو بالفعل الذي قام بها على أساس أنه ينظر إلى هذه المنطقة ما يقبل أي شيء تتحرك فيها ويتجه بناء على التعامل مع الطرف الآخر الذي يتعامل بمنطق الحرب مع المغرب فهو يرد أيضا بنفس المنطقة أو أنها مفبركة من طرف جهات أخرى الإحتمالات كلها واردة لأنه لهذه اللحظة لم يتم الحسم لا تبناها المغرب رسميا ولا الجزائر قدمت الأدلة التي تثبت الإدعاءات التي قدمتها مما يوحي أنه مثل هذه الأمور لما جات حادثة نوفمبر 2021 الجزائر هددت بالعقاب وبدأ رفع مستوى التجيش حيث تم نقل كتائب ودبابات إلى الحدود صحافة تحدثت على نصب قواعد سواريخ على الحدود الغربية للجزائر أي حدود مع المغرب كانت كل المؤشرات توحي أنها هناك استعدادات للحرب جات الحادثة الأخيرة خرج عمار بن لاني ولوح بالحرب وحذر من استهداف الأراضي الجزائرية ترى هل من مصلحة المغرب أنه يستهد في الأراضي الجزائرية كي يجر الجزائر إلى حرب لا أعتقد ذلك كل المعطيات تقول غير ذلك إلا إذا كانت هناك أيضا دوائر خفية في المغرب تريد أيضا أن تورت المغرب في حرب ومواجهة مع الجزائر ومما يكون خسارة للدولتين أو أن الجزائر توفرت لديها معلومات أنه من الممكن أن تكون بعض الأطراف تستهدف مناطق أو أراضي جزائرية بعمليات لدفع الجزائر إلى حرب وبذلك قالت الجزائر في تصريحات عمار بن لاني أنه يعتبر إعلان حرب وأيضا قالت بأن الجزائر لا يمكن أن تدخل في حرب إلا إذا كانت دفاعا عن النفس وبهذا حسمت أنه الحكاية التي كانت من قبل أن الجزائر ممكن أن تدخل في حرب أو في هجوم على المغرب تم استبعادها نهائية ليس بسبب تصاعد طيار ضد هذه الحرب بل أنه بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة مع دخول أمريكا وإسبانيا والإسرائيل على الخط بأسلحة متطورة تحدثت عليها الجزائر على الأقل مرتين بصفتنا رسمية مرة في نوفمبر من طرف رئاس الجمهورية نوفمبر 2021 والمرة الثانية في أبريل 2022 من طرف وزارة الخارجين والحديث غير الرسمي لا يحصى ولا يعد في هذا المجال إذن هذا على مستوى أنا شخصيا لا أستبعد أن يكون لا أقول كل البوليزاريو ولكن أقول جناح داخل البوليزاريو يسعى من أجل العودة إلى العمل المسلح بطريقة ولكن لا يجب أن يكون لوحده يجب أن يجر معه الجزائر لأنه الآن كل المعطيات العسكرية والإستراتيجية تؤكد بأن دخول بوليزاريو في حرب مباشرة مع المغرب ستدفع ثمنها البوليزاريو لأنها ليست حرب ضد المغرب بحد ذاته بل المغرب ومعه حلفاءه هذا من جهة من جهة أخرى سيكون ذريعة لإدراج الجناح العسكري لجبهة البوليزاريو المسمى جزائريا وصحراويا الجيش الصحراوي في هذه الحالة في قائمة الإرهاب في هذه الحالة سيقعود ذلك وخيما على الجبهة وعلى الجزائر تحديدا التي تحتضن الصحراويين بعسكريا ومدنيا